تجربتي في برشلونا كانت كارثية في الواقع أنا أميل لمدريد أكثر كلمات أطلقها الراحل مارادونا ليصف فترته في كامبنو بداية الثمانينيات وهي واحدة من عديد القصص والحكايات التي ارتبطت بمسيرة الملك دياغو والمثيرة للجدل فماذا حدث؟ بعد انطلاقته مع أرجونتينوس ومحطته العاطفية القصيرة مع بوكا جونيورز أمن برشلونا المسرح الذي عرف كرة أوروبا على دياغو أرماندو مارادونا حيث انتقل الأخير لعملاق كتالونيا في 1982 في موسمه الأول سجل 23 هدفا وصنع 16 خلال 35 مباراة كما قاد الفريق للتتويج بكأس الملك وكأس الدور الإسباني بيد أنه عانى في موسمه الثاني بسبب إصابته بمرض التهاب الكبد وتعرضه لكسر في الكاحل إضافة لبعض المشاحنات مع المدرب سيزار لويس مينوتي الذي قال بأنه سائم تصرفات مارادونا بعدما عامله كنجم مدلل لفترة طويلة لدرجة دفعته ذات مرة لتغيير موعد التدريبات من الصباح إلى المساء لأن الأرجنتيني يستيقظوا متأخرا بسبب الصهر لكن كانت النقطة الأهم في موسم مارادونا الثاني هي اندلاع خلافات قوية مع الراحل جوزيب لويس نونيز رئيس البلوغرانا أنذاك وهو ما تطرق له أسطورة الطانجو في كتابه أنا دييغو عدت للعبي بعد التعافي من إصابة خطيرة في كاحلي وشاركت أمام إشبيليا في الثامن من يناير 1984 سجلت هدفين وطلب الجمهور استبدالي لتحيتي كان من أعظم الهتافات التي سمعتها في حياتي المدرجات تهتز باسمي مارادونا مارادونا علاقتي بجماهير البارسا كانت رائعة على عكس علاقتي مع الرئيس نونيز خلافاتي بدأت معه بعدما منعني من الحديث للصحفة خاصة مع الصحفيين الذين ينتقدون سياستها قلت له لا يمكن لأحدنا أن يمنعني أنا أتحدث من أجل الناس أنت لم تشتري حياتي لا تتصرف كالمجنون معي مارادونا ورغم نجوميته الطاغية وموهبته الفذة إلا أنه تمتع بطباع مزاجية ولم يكن ليقبل بسطوة أحدهم تلك الصفة التي لطالما بحث عنها نونيز ويكمل دياغو حديثه تواصلت الحرب بيننا عندما نفوز كان يصمت أما عندما نخسر كان يخرج أمام وسائل الإعلام ليقول عني أنني مريض بالكبد وأصهر ليلا مع النساء كان يسيثر على الإعلام والصحف فذهبت له وقلت أريدك أن تبيعني لكنه رفض فأخبرته أنني لن ألعب هنا مرة أخرى لم أتحمل قذارة نونيز وعندما تحدث إلي نائبه عن تجديد العقد حيث منحني شيكا على بياض وقال أكتب المبلغ الذي تريده قلت له شكرا أنا راحل ويوصل مارادونا حديثه أيضا ذهبت إلى نابولي وعندما عدت إلى إسبانيا لتسلم جائزة أفضل لاعب لاتيني كان نونيز يريد الانتقام مني وتعقد مع شخص اتهمني بأنني دهسته بسيارتي وفجئت بالشرطة تداهم مكان الحفل ذهبت معهم إلى القسم وجدت الشاب الذي يتهمني فقلت له متى صدمتك احكي لهم أن نونيز هو الذي أرسلك اعترف من فضلك بأن كل هذا كذب العلاقة بين دياغو ونونيز كانت سيئة وتركت آثارا سلبيا داخل اللاعب انعكس على عاطفته تجاه النادي وما زاد الطين بالله هي تصريحات الرئيس بعد رحيل مارادونا بأنه قرر بيعه لأنه لم يعد يناسب البارسا بسبب تعاطيه المخدرات تجربتي في برشلونة كانت كارثية اكتشفت مرض الكبد تعرضت للكسر المدينة كانت سيئة في الواقع أنا أميل لمدريد أكثر كرهت برشلونة بسبب نونيز كان السبب أيضا في رحيل شوستر وروماريو وريفالدو كرهت برشلونة أيضا لأن بها بدأت قصتي مع المخدرات وصلت إليها بنية الانتصار والنجاح لكن الأمور تعقدت نونيز ادعى بأنه بعني لأنه عرف أنني أتعاطى الكوكاين أنا نادم بالطبع على لجوء للمخدرات لكنه كذب لم يكن ذلك سبب الحقيقي تعاطي المخدرات في برشلونة لم يؤثر على مسيرتي كلاعب والدليل أنني حققت المجد مع نابولي هكذا جاءت كلمات الفتى الذهبي لبلاد الفضة عن فترته مع برشلونة لم يكن كرها لكيان النادي أو الجماهير بل لشخص نونيز مع بعض الظروف والأزمات التي جعلت حقبته في كامبناو بمثابة ذكرى حاول تناسيها مرارا وتكرارا طوال مسيرته وحياته قبل أن يفارق عالمنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر